اهلا بكم مشاهدينا مرة اخرى حينو بيعلن اتحاد الكرة نهاية الاسبوع المقبل اسم المدير الفني الجديد لمنتخض نصر خلفا لكابتن اهاد جلال المدير الفني السابق للفراعنة ويترقب اتحاد الكرة موقف كارلوس كيروش سواء بالموافقة على العودة مرة اخرى او الرفض اكد مسؤول اتحاد الكرة انهم يفاضلوا حاليا بين ثلاثة مدربين اجانب بعض الحصول على موافقتهم جميعا على تدريب المنتخب من بينهم البرتغالي كارلوس كيروش المزير الفني السابق للمنتخب الوطني ويفاضلوا مسؤول اتحاد الكرة حاليا زي ما قلت لحضرتكم بين الاسماء الثلاثة وفقا لنتائجهم مع الفرق والمنتخبات الذين قاموا بتدريبها حيث يرغب مسؤول اتحاد الكرة في التعاقد مع مدرب صاحب فكر هجومي وفي نفس الوقت يجيد الدفاع امام الفرق الكبيرة يخضع فيه الوقت الحالي الثلاثي لتقييمات فنية من جانب اتحاد الكرة قبل الالان عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب خلال الفترة المقبلة ايضا قام مسؤول اتحاد الكرة امس الخميس بتحويل يعني كافة المستحقات المالية المتأخرة للبرتغالي كارلوس كيروش وايضا جهازه المعاون ووجه كارلوس كيروش كل الشكر لاتحاد الكرة بعد استلام كافة المستحقات المالية المتأخرة عبر رسائل نصية ومخاطبات رسمية يوم الخميس ايضا كان اكد اتحاد الكرة ان كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لم يطلب مائتي الف دولار للعوضة مرة اخرى لتدريب المنتخب كما تردد وان المدرب وفق من حيث المبدأ على العوضة مرة اخرى الا انه طلب مهل عشر ايام وهو الامر الذي دفع المسؤولين لوضع اسماء بديلة في القائمة المختصرة والتي تضم ثلاث اسماء هيتم المفاضلة بينهم بشكل نهائي ولكن يتواجد كارلوس كيروش اقوى الاسماء المرشحة من ناحية اخرى كشف كابتن حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ان البرتغالية كارلوس كيروش لم يطلب مبالغ مالية كما يردد البعض وذلك من اجل العوضة مرة اخرى لقيادة منتخب مصر في الفترة المخبلة واضف ان كارلوس كيروش لم يضع اي شروط للعوضة لمصر زي مثلا عدم التعامل مع بعض الاشخاص واكد استمرار المفاوضات مع كارلوس كيروش ولم يتم خسم الامر بشكل نهائي حتى لا وايضا اوضح كابتن حازم امام ان هناك مفاوضات مع مداربين اخرين تحسبا لفشل التفاوض معه ولابد بالاستعانة بالاجانب في التحكيم ايضا للاستفادة منهم وخبراتهم ووضع خط التطوير واستفادة الرموز المصرية منها اما عن كواليس رحيل كارلوس كيروش كان اوضح كابتن محمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري خلال تصريحات تلفزيونية انه كان هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة على استمرار كيروش بعد ما وصل بالمنتخب الى نهائي افريقيا وكان قريب من التأهل الى كأس العالم وكانت خسارة بدربات الترقيل تابع ايضا كابتن محمد بركات انه كانت هناك جلسة يعني فيه تصريح وقال كانت هناك جلسة حضرتها انا كابتن محمد بركات وايضا استايز جمع العلام وكارلوس كيروش ومترجمه الخاص به تيتو وكانت الجلسة مثمرة للغاية ورغم موجود انقسام الا ان استمرار كيروش كان القرار النهائي وضع خلال تصريحاته انه اتفاجأ تفاجأنا جميعا برحيل كارلوس كيروش لأسباب لا اعلمها وما اعلمه هو مدار في الجلسة الربعية فقط ده كان كلام وحديث كابتن محمد بركات وقال نحن يعني رأينا تكاهنات كثيرة حول رحيل كارلوس كيروش البعض قال انه بسبب مرض والده وبعض قال لأسباب اخرى وقال انه ليس لدي اي مشكلة مع كابتن اهاب جلال هو مدرد جيد وشخصية محترمة ولكن الافضل كان تعيين مدرب اجنبي خلفا لي كيروش وانا وكابتن حازم امام عضو المجلس وايضا خالد الدرندالي نائب رئيس اتحاد الكرة الاستاذ خالد الدرندالي تردنا على تعيين كابتن اهاب جلال لكن الاغلبية اختارت تعيينه للمنتخب يعني دي كانت ابرز تصريحات كابتن محمد بركاته ابرز التفاصيل والتطورات طبعا بشأن الملف الرياضي اللي بنتابعه باستمرار وكلنا منتظرين المدير الفني القادم لمنتخب مصر بعد كابتن اهاب جلال الى هنا تنتهي هذه التغطية شكرا لخضراتكم على طيبة المتابعة كونوا معنا دائما الى اللقاء